شهر ونص تقريباً كده يعني من أسابيع كنا بنتكلم على مشروع قانون مقدم من الحكومة اللي ليه علاقة بضريبة التصرفات العقارية وقتها مشروع قانون كان بيقول إنه العقارات اللي قبل شهر 5-2013 هيبقى فيه شرائح تبدأ من 1500 جنيه وصولاً إلى 4000 جنيه للعقار أو الوحدة اللي أكتر من مليون بس كده شرائح إنما اللي بعد 5-2013 فيتحسب 2.5% من قيمة التصرف في العقار وقتها ما نقشنا الموضوع ده قلنا يا جماعة 2.5% كبيرة واتخال الناس برضو متدفعش ضريبة التصرفات وهيحصل مشكلة ومفيش عدالة مهم إنه إيه المستجد في القصة دي هذا الأمر ورؤية عدم اللي عدالة فيه والتوازن فيه ارتاقها أيضاً مجلس النواب ولذلك النهاردة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قال إنه وزير شؤون المجالس النيابية أبلغ المجلس إن الحكومة قررت سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1-90 لسنة 2005 الخاص بضريبة التصرفات العقارية عشان يتم إجراء مزيد من الدراسة عليه لأنه ارتاق أعضاء مجلس النواب إن فيه عدم عدالة وعدم مساواة بسبب إنه اللي قبل 5-2013 شرائح واللي ما بعد 5-2013 2.5% فأتمنى إنه يتم بالفعل إعادة النظر في هذا الأمر حبيب بس أقول لحضراتكم معلومة دين لأنه كان مهمة كل التحية الحقيقة للمجلس النواب على إنه يعني أثار هذه النقطة وتحدث بشأنها ولذلك تم سحب مشروع قانون مرة تانية من الحكومة